اشتركوا في القناة واضحا أنا من يقف وراء المشكلة إذا أردتم أن نناقش ونتفق مرحبا سنعاملكم بالمثل لماذا المواد المغربية تنتظر ثلاثة أشهر كي تدخل إلى مصر وتريدون منا أن ندخل صادراتكم في يومها وتابع خلال مناقشة مخطط تسريع تنمية صناعية بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب نرثل لهم الصيارات المغربية يقولون لنا إذا كانت مصنعة في ثماكا فمرحبا وإذا كانت مصنعة في رونو لن تمر وذد قائلا إنه أكد لها أنه إذا عرقلوا دخول الصادرات المغربية ثلاثة أشهر سنقوم بالمثلة وقالت لي الآن فهمنا سنشكل لجنة لحل المشاكل وكشف أن المصالح المختصة قامت بمراقبة خمس حاوية مصرية تحمل تراخيص مصرية فوجدنا بينها ثلاثة قادمة من الصين وعليها علامة مصرية وعلاقة بالموضوع ذكرت جريدة الأهرام المصرية يوم أمس أن وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيذين جامعة بحثت مع ناظرها المغربي ملحفيد العالمي مستقبل التعاون الاقتصادي المشاركة وثبل تعذيذ العلاقات التجارية والاستثمارات المشاركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة واتفق الجانبان بحث بنفس المصدر على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعاوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجارية والتعاون الاستثمارية وإيجاد حلول جدرية لها في أثرع وقت ممكن مشيرة إلى أهمية تدشين آلية عمل ميثرة ترتكز على إجراءات واضحة ودوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للثوق المصرية وأشرت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المغاربة الحاليين والجدد مشيرة إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية للثوق المصرية بمختلف القطاعات الانتاجية خلال المرحلة المقبلة وأضافت الوزيرة أن الثوق المغربي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا مشيرة إلى أن إجمالية الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار كما بلغ إجمالية الصادرات المصرية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارية مائتين وخمسة وستين مليون دولار ووجهت الوزيرة الدعوة لملي حفيد العالمي لزيارة القاهرة لبحث ثبل تأثيذ التعاون الاقتصادي المشارك واستعراض كافة الملفات المطروحة على جدول الأعمال وكد التشاور بشأن كافة الموضوعات والقضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشاركة كان خبر مصدقة المجلس الحكومي الإسباني على مقترح العفو عن مجموعة من ذعماء إقليم كتالونيا المطالب بالاستقلال المدانين قضائيا بتهم مختلفة على خلفية تنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا سنة 2017 أهم حدث سياسي في إسبانيا يوم التلتاء والذي يمكن أن يطوي صفحة سوداء من تاريخ الثراعة بين الحكومة المركزية والراغبين في الاستقلال غير أن الملاحد هو أن العفو لم يشمل أبرز الأثماء المرتبطة بهذا الملف ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق للاقليم كارلوس بوكديمونت وشمل العفو تسع قادة انفصاليين أبرزهم نائب رئيس الحكومة الإقليمية في 2017 أوريول جونكيراس رئيس حزب اليسار الجمهورية الكتالونية الذي تلقى حكما بالسجن النافذة لثلاثة عشر عاما إلى جانب كل من جوردي تورول وراول روميبا ودولوريس باسا المستشارين في الحكومة الإقليمية صفة عادل رتبة وزير الذين كانوا محكمين بـ 12 سنة وذملائهم في الحكومة جوزي برول وجواكين فورن المدانين بعشر سنوات وكارمي فورداكيل الرئيس الثابق لبرلمان كتالونيا التي كانت تقضي حكما بـ 11 عاما و 6 أشهر ولم يشمل العفو بوكديمونت ومجموعة من الثياسيين الكتالونيين الآخرين الموجودين خارج إسبانيا وذلك في الثياق الثياسية عادت فيه المشاحنات بين الزعيم الكتالونية الأبرز وبين الحكومة المركزية خلال الأزمة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا وذلك عندما غرد قائلا آمل أن لا ينجرف الاتحاد الأوروبي خلف لهيب القومية الإسبانية ثبت وامليليا مدينتان إفريقيتان وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط من خلال إرت الماضي الاستعمارية الذي سمح للأوروبيين بامتلاك أرادنا خارج أوروبا مضيفا أن للمغرب الحق في إطارة مسألة السيادة على المدينتين وكان السياسيون الفارين من إسبانيا قد استفادوا من صفتهم كعضاء في البرلمان الأوروبي للفرار من قبضة المحكمة العلية الإسبانية وفي مارسا الماضية كانوا على وشك أن يسلموا إلى مدريد بعدما صوتت المؤسسة التشريعية الأوروبية لصالح مقترحين برفع الحصانة عنهم لكنهم نجحوا في استعادتها بحكم قضائي صادر في بداية شهر يونيو الجارية تطل قضية الصحراء مرة أخرى على إسبانيا لتخلق لها أذمة جديدة وهذه المرة ذات طابعا اقتصادية وذلك بعدما دق الفلاحون الإسبان ناقوص الخطرة بخصوص الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر التي أطلقها الملك محمد الثالث في الخامس عشر فبراير الفين وعشرين والتي ستشمل إنشاء خمسة ألاف هكتار من الأراضي الزراعية الخاصة بإنتاج الطماطمة في الأقاليم الشنوبية للمملكة بالصحراء المغربية والتي سيكون جلها موجهة لتصدير ما يعني تهديد الطماطم الإسبانية بالكثادة ودقت تنفيقية منظمة الفلاحين ومربي الماشية في إسبانيا ناقوص الخطر بخصوص هذا البرنامج الممتد ما بين الفين وعشرين و الفين وثلاثين وتحديدا فكرة إنشاء خمسة ألاف هكتار من البيوت البلاستيكية الخاصة بذراعة الطماطمة في منطقة الداخلة وهو الأمر الذي سيقتل في نظرهم هدي الزراعة في مناطق ألميريا ومالاقا وغرناطا ومرسية جنوب البلاد لكون النسبة الأكبر من المنتوج المغربية ستوجه للثوق الأوروبية أي أنها ستنافس الطماطمة الإسبانية في معقلها الرئيسة ويرى المزارعون الإسبان أن المنافسة مع المغرب غير متكافئة فالريباط تشكل حاليا الخصم الأول للطماطمة الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي ومع إضافة خمسة ألاف هكتار إلى إجمالية المساحة المذروعة بهذه المادة سيعني ذلك القضاء على المنتج الإسباني وخسرت المئات من العاملين في القطاع لعملهم خلال الثنوات القادمة لذلك فإنما يقترحونه لمواجهة المشروع الذي يصفونه بمدينة الطماطم الكبرى هو تصدي الاتحاد الأوروبي للصادرات القادمة منها على أساس أن مصدرها منطقة متنازع عليها ويدفع لوبي الفلاحين الإسبان في تجاه حتى بروكسل على تأثيذ مراقبة الصادرات الفلاحية المغربية المتمتعة بامتياز جمركية من خلال فرض قيود صارمة على المواد الغذائية الفلاحية القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية تبعا لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية قبل خمس سنوات والذي يسمح باسترادها شريطة الإشارة لمصدرها واستثمار عائدتها لصالح مشاريع التنمية الموجهة لثكان الصحراء المغربية اترى تنصيقية الفلاحين أن الرباط لا تحترم ذلك وتحديدا ما يخص الإشارة للمصدر والمتير في الأمر هو ازدواجية المعايير التي تتعامل بها إسبانيا بخصوص الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمغرب فمدريد قاتلت داخل الاتحاد الأوروبية حتى يتم القبول باتفاقية الصيد البحرية مع المغرب التي تستفيد منها ثفنها بحصة الأسد رغم أنها تشمل الخطة الساحلية الأطلسي للمملكة من طنجة إلى الحدود الموريتانية لكنها تريد استثناء الصادرات المغربية الفلاحية من قرار مماثل رغم أن الصواق العديد من دول الاتحاد الأوروبية تستفيد من الثعر التنفسي والجودة العالية للمنتجات المغربية حلاء اليوم الخميث وفد يضم الصفراء دول عربية شقيقة بمدينة الداخل وذلك في طر الزيارة تأدف إلى الوقوف على المستوى التنموي المتطور الذي بلغته الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات وكذا تأكيد دعم هذه الدول لوحدة المغرب الترابية وثيادته على كامل أراضيها الوفد الذي يضم صفراء المملكة العربية الثعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن قام خلال هذه الزيارة رفقة مثؤولي المدينة بجولة شملت عددا من الأوراش والمشاريع التنموية بالجهة وقد قدمت للوفد الدبلوماثي العربي شروحات مفصلة حول المشاريع الاقتصادية والأوراش التنموية التي تعرفها الجهة والمدرجة ضمن النموذج التنموية الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقة وجلالة الملكة محمد الثالث كما استمع كذلك لعروض حول حقيقة الأوضاع بالمنطقة وما تعرف من استقرار والتنمية في مختلف المجالات وقد عبر هؤلاء السفراء عن إعجابهم وتتمينهم للدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة وبما تذخر به من إمكانيات اقتصادية واستثمارية وبالمجهود الكبير الذي بدلته الدولة في ثبيل الرقي بها منذ استرجاعها إلى حضيرة الوطن وأكد مشاركة ثاكنة هذه الأقاليم في تدبير شؤونهم من خلال المجالث المنتخبة وتأكث هذه الزيارة الدعم الذي ما فتئت تقدمه هذه الدول العربية الشقيقة في المحافل الإقليمية والدولية لوحدة المغرب الترابية والثيادة على أقاليم الجنوبية والتي تجثد من خلال افتتاحها لقنصليات بالأقاليم الجنوبية وبعد خبر مغادرة كولين ستيورت مدينة العيون أفادت مصادر متطابقة من الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تعتذم تعيين الكندية إليزابيت سبيهارة رئيثة لبعتة المنورثو خلفا لكولين ستيورت وتتمتع إليزابيت سبيهار بخبرة ثياثية كبيرة حيث شغلت العديد من المناصب العليا في إدارة الشؤون الثياثية التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2007 من بينها مديرة قسم الثياسات والوساطة وقد عملت مديرة لقسم الأمريكيتين وأوروبا وشاركت في نقاشات عديدة حول القضايا الثياسية الرئيسية التي تواجه المنطقة وتشغل إليزابيت سبيهار حاليا منصب ممثلة خاصة للأمين العام ورئيسة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بقبرص منذ عام 2016 وكان رئيس بعث المنورثو كولين ستورت قد غادر مدينة العيون ثوب نيويورك في إشارة على نهاية ولايته على رأس البعث الأممي بالسحراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر